باكات من بعض الصفقات ده هي ترغب ان انت بتقول اه في لعيبة كتير لا في شورت في بعض بس انت كده هتعمل الراجل هيقدر يعمل دكة هتبقى دكة تقيل هيبقى عندك اسماء على الدكة هتبقى مع لما يرجع فاتوه هتبقى الامور مكتملة هيبقى فيه شكل تيم مكتمل لكن كأداء ان الناس تستنى من بعض الصفقات احسن حاجة لا الناس لازم تصبر شوية لازم تصبر هما لعيبة كويسة لكن محتاجة وقت فيه لعيب كويس ما اول ما يجي من اول ديئة يبقى كويس مين اللي تتوقع تقلقه بقى الفترة اللي جاية في الزمالك نا يعني انا بتوقع لبقى الشحاتة يعني ربنا يحفظه ما يصابش بتوقع له حاجة كويسة جدا شحات بس هو يعني ما يسمع ليش الكلام اللي انا بقوله عليه ده حلو ما يحطوش في دماغ الانساء ما يسمعش الاطراءات والحاجات يركز في شغله لانه انت جاي نادي ناقلة كبيرة جدا هو والبقيت زميله الصغيرين جايين ناقلة كبيرة جدا لو مركزتش فيها وبقيت حاجة كبيرة انت هتضايق على نفسك عمر في اللاشيء طيب كابتاني احنا بصوا قدامنا ديئتين فحابب برضو اسألك في نقطة واللي هي مثلا الماتش الكبير اللي عمله الاسماعيلي يفوزه على سيراميكا كليوباتر في الوقت اللي هو سيراميكا فرقة خلينا نقول متكاملة والاسماعيلي بيعاني ولكن اسماعيلي عمل ماتش كبير قوي بعدين اسماعيلي مع كابتن إهاب وكابتن حمد إبراهيم مع الإدارة طبعا كان عندهم مشاكل في الخيط ولكن يعني بيخلصوا من حاجة وفي حاجة بس أمر قصدي إيه إن انت حتى اضطريت علشان تحل المشاكل نكتبين نجوم من عندك إن انت مثلا تضحي بواحد زي ياو أمور وتضحي بواحد زي ياد العسالانك وانت بتلعبه أساسي رغم أنه ولا صغير وراح رستوف في روسيا ولكن والدنيا ماشية وتقدم لي العين مثلا زي نادر فرج اللي كسر الدنيا المرة اللي فيات تقدم لي مثلا بشكل جديد مثلا باكلفت زي حاتم سكر اللي راح من نادي الزمالك فبرضو تحس كل ده كويس يا بركات وكل ده معمول تحت ضغط وكل ده اللعبة دي أنا شايف إنه جتلهم فرصة حياتهم إنه يكون فيه ظروف زي كده في النادي وما هم دول لو الظروف عادية هتبقى فيه صفقات وفيه حاجات وهتلاقي نص دول ما بلعبوش يبقى التفكير الإيجابي إن اللعبة دي تفكر كويس جدا إنك إنت عملت الماتش اللي فات كويس ما تجيش بقى الماتش اللي جاي استمراريتك هتبقى إيه ما هو اللي جاي الزمالي بقى ماتش صعب بص هو المزعج في فرقة الإسماعيلي إنهم هيعملوا ماتش كويس مش هيعملوا تاني غير بعد ثلاث ماتشات لكن إحنا بنتمنى إنه العقلية بتاعت اللعبة ومعهم إهاب ومعهم كابتن عماد سليمان وكابتن عالب وجريشة كل الناس وطبعا مجلس الإدارة إنه اللعبة دي وصلها إن دي ما يخضوهاش على إن دي عقاب ليهم أو إن دي حاجة وحشة إن هم بيلعبوا في فرقة ما فيهاش صفقات لا ده أنت جات لك فرصة هتحارب عليها قدامك اتنين تلاث لعبة تانين كبار فجات لك إنك تلعب ونادي جمهور يحرك للأسخر لازم اللعبة يكون تفكيرها إيجابي ووصل لهم إنه هم يكون لهم استمرارية إنه هم يبنوا الفرقة دي ويعودوا قدامه عدوه عشر اتناشر سنة هم هتفع معك يا كابتن ديا كابتن ديا نورتيني وشرفتيني حبيبا كنت إن شاء الله بيدنا الحلقة الحلوة دي ترجمة نانسي قنقر